السلام عليكم اخوتي اخواتي قداري اللبس عليكم تمنى تكونوا على خير وبخير بصحة جيدة ان شاء الله بتشاهدوا هذا الفيديو على خير اليوم ان شاء الله قد نفصل معاكم واحدة شوميزة هذه شوميزة هذه العمرة خارجين بزيف هذه شوميزة ديالبنتي وبعت نصورها معاكم يبغى تصاوبها بكل الراسها ولا الكليان ديالها ولا الوليداتها كما كتشوف هنا عندي هاتتوب انايا واخدها بالكيلو في طراف هذا الطرف الاول ها هو هذا ديال الظهر وهذا الطرف الثاني ديال الامام هذا رديره هنا هيا الحاشية محلولة مجيهتي هوا على جوج نرى الحاشية عندي محلولة كما كتشوفو هنا الظهر راها مسدود وهذا الامام هنا رديره 7 سنتيم ديال الامام ديال الصدايف حيث تكون عندها صدايفة من القدام في الدوبات هنا يرى 7 سنتيم وهذا الدهر دياله حيث هنا رديره عندي هاتتطرف محلولين دكشيره شدرت له مع الطريقة هذي إلا كان تفصيله رغت طويه على 4 اديره الجيهة المحلولة مجيهة كوم الحاشية والجيهة المسدودة غتحطوها هنا هكا من الفوق سوف هنا ابدأ على بركتي الله غضي نحط لعبر ذي الكتاف وما تشو ميزة هذا العمر خرجه بالكتاف طايحين ولكن انا هنغنضيرها الكتاف عادين وما تشو ميزة كتاف طايحين ولا كتاف عادين انا هنغنضيرها بكتاف عادين وما نغنضير كتاف طايحين عندي في الكتاف 20 نزيد سنتيم ديال الخياطة وغادي نهبط ثلاثة سنتيم الدورة ديال العنق ديالي غنضير فيها سبعة وغادي نهبط هنا هيا 21 وهنا انفس معها تكون عندي 21 هيا وغادي نحط دورة ديالي عندي 28 في الدورة ومزيد سنتيم ديال الخياطة من هاد النقطة هذي غادي نهبط الحزان غادي نهبطها 14 والحوط غادي نهبطها 14 هذي كما كنقول لكم انا راها الطاية ستوندر اللي كان هبطها 14 14 إلا بغتوا تاخدوها قاعدة تاخدوها قاعدة بجمع الطاية بغتوا تديروا الطاية اللي طويلة حالا با عندكم شي كليانة طويلة هكاية بزاف يمكن لكم تبطو من هنا 16 ومن البطن الحوط 16 والا 18 يمكن لكم تبطيل من البطن الحوط 23 انا كندير هاد القاعدة هذي تبطال مصير نقوم بتبطياتي ومرضة نقوم بتبطياته النقوم بتبطى تبطياتي الاحوط 26 نزيد السنتيم ديالخياطة والحوط والحوض عندي 28 سنتيم الخياطة طول لها نضيرها طويلة شوية نضير مياه وثلاثة طول نضير مائة الهوض سنقوم بسجakkول هنا الأطاق 103 طول المال سوف نضيف 3 سنتيمة لغلي كلها جوج هذه شميزة نضيفها جوج سوف نصف سنتيمة في السورجي سوف يبقى لي سنتيمة منصف لغلي الافازين سوف نضيفها 34 في العرض ديالها من تحت هاي فين جاياني سوف نضيف 3 ديالي ونضيف هنا يخطم الساقي نقذ من هنا الميستارة ديالي باش نضيف خطم الساقي احنا نجيب البيستولة نضيفها هنا نقذها معادي النقطة هاي اللي عندي هنا وهذا النقطة اللي هنا سوف نضيف خطم الساقي كما تشوفوا هذه را يمكننا نضيفها في الدينة الساق كما تشوفوا كما تشوفوا كما تشوفوا هاي بالنسبة كما تجب طبعا دعنيия على القم 울 mio منام جميل منام هنا يصل الناس التالي منام جميل متفاق ونجيب هكا وندور بيدي إما باليد إذا كان عندكم هذه را تستخدموا هذه تدلوا لعب حال هكا على هات الشكل هكا مهم كتحاولوا في مجتكم هي هكا وكتدور عليها كما كتشوفو هنا ونجيل هنا ونضي الكرانة باش نحبس هنا بالخياطة من كن نخيط الجناب ديالي هنا غادي نضي الكرانة هي هاتي باش من كن نخيط غادي نحبس هنا الخياطة ديالي وتبقى هاتي دائرة بحل الدورة هنا بحل فتحة هنا غادي نحيط الضهر رساليس من نده ونجيب الامام ديالي هو هذا هنا فين عندي سبعة ديالسانتين ديالس ضايف ونضي نهبط هكا ونضي نهبط عشرة ديالسانتين ونضير الدورة ديال العنق ديالي نضير هكا بيدي والا نضيرها بباستولي أو هكا ونضير البيستولي ونضيرها هنا من هاد النقطة لهذا النقطة هنا وهذه هنا نخرجها هنا خطة مستاقيم من الأحسن تضيلي المستارة أنا هذه عندي فيه الخوطة تضيلي لش مدرش المستارة وتخرجوا خطة مستاقيم من هنا هات 7 سنتيم اللي عندي مكنديرهاش دايرة هنا هذي نجانه 14 ونتخلجوا السنتيم في الضوغة ديال الامة هنا هنجيب هكا ونجيبها دايرة هكا ونخرج هنا زيرة وهناي نحييج جس سنتيم من الكتاف ديال الامة صافي هدي الضوغة ديالنا هنغادين عبره gewoon هنجييب هنجي سبعه وأشرين وحناي را conta الانجيبوا لابحث هنغادين كتاف هنشد العباه الأكود من الكتاف kirch هنغادينك كبير هنغادين كثيرة هنغادين كبير حانوس هنغادين الكتاف مقاددة معا هاد الحاشية هنا يجيني مقاددة هنا يجيني مقاددة هنا يجيني باش تعطيني خطمه الساقين وغادي نحل من الداخل من الوجه باش نعلم في الوجه مينيجي نخيط غادي نعرف فينا هنحط الجيب ديالي الجيب غا يكون فيها 12 في العرض ولا 13 هندير فيها 13 هكا غادي نبعد هناي على التركيز 1-5 سنتين وغادي ناخد الثلتاش ديالي كما كتشوفو هنا باش يجينا في الوجه باش يجينا نفس القياس باش مينجي الدوفا قبالت الدوفا يجيس جيب من تقعد دواخر تبغا نفصل الكميمات بادا هنا هي الطرف ديال الكمه كما كتشوفو هنا طغيته على 4 هندي 27 في الدورة ديال التركيز وهذه نحط هنا هيا 27 هنحط هنا 24 ركت داد لي هنا هيا 1-3 سنتين وهذه نجيل هنا وهذه بالتلتاش هيا تبغا ناخد الثلتال ديال لكم هندي في الثلتال لكم 60 وغادي ندير 60 هنا نيشان لحسا بغادي نديل لها واحدة كالبوانيات هنديل اللي كيكونوا في الشيوميزة هنديل لها هنا فيها 1-3 سنتين هنديل لها 1-3 سنتين هنديل 60 وهذه اللي غادي نزيد را هي اللي غادي نتكمل لها كتمن الخياطة هنديل 14 وهكا خط مستاقي وغادي نجيب هنا هيا مستارة وغادي نربط ما بين هاد النقطة وهاد النقطة وغادي نسل بخط وغادي نهبط هنا واحدة 8 سنتين لتسعود هننا تسعود هنديل ونحط الدورة ديال الدرع ديالي عندي انا في الدورة ديال الدرع 19 وهنزين سنتين ديال الخياطة هنجيب هاد البيسطالي ونحطها هكا ونحطها هنائيا في هاد النقطة اللي عندي هنائيا ما هاد النقطة هاد النقطة اللي حطيت هنا ديال الدرع وهذه نجيب خط هكا كما كتشوفو ها هنائيا هنجيل هاد المسافة هادي وغاد نقسم هكا على جوش وهادي غادي نقسم نهكا على جوش هن قسمها على جوش وغاا نقسم ان نقسمه على جوش وغا نخرج من هنا سنتيم وغا ندخل من هنا ايا سنتيم وغا ندير خط هكا غاي بيد ديال تعيовал هذا هو الكم ديال سنقوم بسرعة سنقوم بسرعة سنقسم بسرعة 1 سم سنقوم بسرعة 1 سم هذا هو الكم ديالي سنقوم بسرعة الكم سنقوم بسرعة سنقوم بسرعة سنقوم بسرعة سنقوم بسرعة 5 سم سنقوم بسرعة 6 سم ثم سنقوم بسرعة الكم سنقوم بسرعة 24 سم سأضيف 6 سم ثم ستقوم بسرعة سيفر about 10 ستم ستقوم بسرعة 20 سم USDN س² وشكرا سعود 9 سم تقوم بسرعة 4 سم وتقوم بسرعة 3 سم سيد الكم أ lamara سوف نقوم بجيب سوف نقوم بجيب سوف نقوم بجيب ثلاثة سنتيمات فى العرض سوف نقوم بجيلة ثلاثة سنتيمات وفى العرض هنا سوف نقوم بجيلة سوف نقوم بجيلة سنتيمات Scamble 17 هنا سنضيف خلط مستقيم الأحسن نضيف الميستاري لما كان لديكم التوبي لكي نسامبل لا يوجد الخطوط هذا هو الجيب ديالنا من هنا سنضيف الأغلي دياله ومن هنا يتعوى الأغلي ونخيطه مع الضوبات سنضيف المعرض دياله اللي غايكون من الفوق حيث هل تكون جيابه بالمعرض هنا جبت التوب ديالي وحطري هاد طريفة اللي شاطولي وطويت هكى على 4 ربعة ديال القيطة على هالول وهالثاني وهالثالث وهذا الرابع طويتهم على 4 باش نساوب داك الغيطة لي الجيب ولا المعرض ديال الجيب غادي نجيل هنا نخلي واحد جوز سنتيم ديال ديال الخياطة من الأحسن نحلو من هاد جيها هنا نخلي واحد سنتيم ولاجوج ديال الخياطة وغا نجيل هنا ندير ربعة هنشد من هاد الخط اللي يدرته هنا لتحت ونبليل هنا ندير ثلاثة سنتيم هاد المعرض ديال الجيب غا يكون توافيه 13 غا ندير في هادة 15 جوز سنتيم ديال الخياطة وغا نديرها سنتيم ديال الغيطة صف ليشا ونعلم هنا هادة منصف فو هادة ونقوم بخط هنا يفين درس البعا ديال السنتيم كما تشوفوا معي هنا هذه هنا جز سنتيم الخياطة هذا المربع هذا المستطيل هذا فيه 4 سنتيم وهذا فيه 3 سنتيم وهذه نجيل هنا وهذه النقطة اللي عندي هنا في المنتصف سنصيلها هنا وهذه نعود نفس العملية سنصيلها هنا كما تشوفوا هلها تشكل كي يجي هذا المارض ديال الجيب ديالي بجوش نرى 4 ديال القيطة هنخرج منهم جيب بجوش سافي هذا هو الجيب ديالنا هادي نفسر للكول ديالي كول شوميز عندي هنا يا هادا على جوش جبت هالطريف قسمته هاكا طويته هاكا واناولي نطوي هاكا لاربع نارض ديالو نضير فيه تسود والطول نضير فيه 24 سافي هنا هنجيل هنا واناولي نخرج 3 سنتيم واناولي تسود 3 سنتيم لهنا هاكا صابقا نحيط لواحد نص سنتيم فالبليسة هادي كنوصلها الشل هنا تلتالي وكنجيل هنا ايه كندير لكرانة لكي نعلم منتصف ديالي يمكنك نخيط يبلية هذا هو الكل ديالي يجي واحد نفق واحد هكا لو تلصقوه الفيزلين سوف نحطط الطريقة لتلصق الفيزلين باش يزيد يوقف الكم التوب لان هنا مغادش يلصقوه حيث عندي التوب شوية هذا هو الكل ديالي